احنا برضو بدون احراج كده لأي حاجة طبعا انت كنت اهلاوي او لا زمالكاوي في بداية الامر انا كنت اهلاوي في بداية الامر اهلاوي ففي الوالد كان اهلاوي لما رحت نادي الزمالك كله قلب اما طبعا المصلحة ابنية بنبننا حتى كان حماية كان اهلاوي فلما انا خدت بنته قلب كله زمالك فطبعا حاجة كده قالت مصلحة بنته اه طبعا مصلحة بنته طبعا فالحمد الله ربنا كرامني كان بزوجها الحمد لله رب العالمين قال في التقف جنب جوزك بشكل كويس وصدقتك للمرحلة اللي انت وصدقتك لما جم التكلمه عليك في النادي الاهلي وانت مروح بقى رب مروح بيتك في الزقزي ان انت فكرت فيه لما الناس سألت لك ايه ده النادي الاهلي عاوز ياخدك النادي الاهلي ايه اللي انت فكرت فيه لأ حسيت ان انا ده كان حلمة كابتن ونفسي نفسي اخده الخطوة دي عاصل انت من كلامك معايا انت راجل بيش بتاعشق كورة عشان الناس يقولك ايه مشوا وانتهم لاب في رجل داي وورا وقاعد وانا كنت قدت كده بعد شايفني وانا بقولك يعني ده معناها ان انت راجل بتاعشق كورة الخدم بالزبط كده فانت بعد ما اقلوا لك ان خلاص انت ضمن الناس اللي اختارناك واتروح النادي كان معاك حد تاني ولا انت كنت الواحدة لا انا كان فيه قبلي محمد الشرقاوي كان قبلي بسنة فراح النادي الاهلي فطبعا احنا كلنا كنا مجموعة مميزة فعلا عن لعيبة النادي كمان احنا كنا في مركز شباب يعني مركز شباب ده اخر حاجة الناس كانت تبصلها لكن في الوقت الحالي اقسم بلاكة المصطفى سادق لو في عين تشوف اللعيبة في مصر من قبلي لبحر للشمال في مواهب في مصر كابت المصطفى بس عايز العين للشفح للأسف الوحيد اللي كان بيكتهت في الجزئة دي كان ربع ياسيا بالزبط يروح يجيب من هنا وهنا نمى ما كنش حد كاب يساعده يعني بس يعني هي عايزة الاهتمامة كابت نعم وفي مواهب عندنا مدفونا كتير جدا فطبعا عايزة العين اللي تشوفها كان الزمان كانت تكشفين هم اللي يشوفوا المواهب دي طبعا طبعا دلوقتي الوضع تخير وفيه اكاديميات وفيه 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 بقى التجارة احنا ومش كابتنا تحس ان المواهب دي ممكن نعمل منها صروة كبيرة طبعا يطلع مش صلاح واحد يطلع 100 ألف 200 ألف 300 ألف صلاح يعني انت شايف ان صلاح تجربة الحمد لله تجربة نكحة ان ممكن تتكرر مرة واثنين وثلاثة ممكن وعشرة ومليون يا كابتن يعني احنا الحمد لله عدد مش قليل بس المنظومة هي اللي بايزة المواهب كابتن لازم المواهب دي لازم حد يكتشفها ومش هتيجي إلا انا فيه سنة من لازم انت تروح عشان تكتشفها بالضبط انا فيه سنة من السنين كنت مسك رئيس أكاديميات الكرة في مصر كلها تبعت عدد الكرة كبيرة اه لفيت الصعيد ولفيت الدأهلية ولفيت برسعيد وضمياط كل محافظات مصر لفيتها شفت الأعجاب يا كابتن وولاد لو بس جبناهم واهتمنا بيهم كده وديناهم الأساس الكويس الأساس الكويس يا كابتن لا ده هيفروق وارض يلعب عليها كويس وارض يلعب عليها وحتة الإمكانيات بس الولد بس انا يوم ما تشرت لبست شرت النادي الأهل يا كابتن ما تتخيلش انا بش عايزين نسبق العدد بس اه بش عايزين دي بس طيب اول يوم وانت جاي من الزقذيق رايح بيه على النادي الأهل ايه اللي كان بيدور في ذهنك لا ده كان يوم كلوم ما كمان ان انا جيت على ماتش ماتش ودي ماتش ودي ماتش ودي كان مش اختبارات لا مش اختبارات ده كابتن أنور خلصوا المواضيع مع النادي ما فيش أسبوع خدوا فيه كامل شرقية شرقية خدوا فيه خمس تلاف وطاقمة شبتات ومش عارف كور كان كور برضو اللي هي الأدوات ايو ايو ما شاء الله كان برضو يفتقدوا الحاجات دي بسط جدا لما لقيت الحاجات دي وانا اتمرنت مثلا يومين معاهم بالحاجات الجديدة دي فطبعا واللبس الجديد والشكل لا 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 ده الدنيا اتغيرت يا جماعة وكان مدير مركز الشباب الكابتن فكري ده كان راجل ألعب كور فالله يرحمه يعني كان سعيد جدا قالك يا ريت اود اللعبة دي كلها أندية أنه ولادي لازم يستفادوا واحنا برضو قدنا استفادنا بس مش الموضوع أن احنا استفادت مادة احنا استفادت ولادنا دول يكتشفوا المواهب دي فالكلام ده برضو لسه في زين الغد دلوقتي طبعا يعني لهم لما بنيجي نقول هل مركز الشباب الوقت بقت زي الأندية وفيه اهتمامات أكتر ولا لسه زي ما هي محلة كسيرا محلش بيون لا مركز الشباب يعني بقت قريبة للأندية بس لازم الاهتمام يا كابت لحد ينزل يشوف أو اللي اتعامل ايه في مركز الشباب الولاد دول هل هم محلة كسير ولا المفروض ناخد منهم في تابعهم أكتر والمتابعة دي طبعا لازم وفيه المواهب طبعا كتيرة في الأندية وفي المركز طب لما قالوا لك ان النادي الأهلي اختارك وهتروح تلعب في النادي الأهلي كان فكر الأسرة ايه بقى ساعتها هنا الأب والأم هل كانوا قلقانين عليك ولا قالك بقى روح ومطالق لا ياريت يعني قالوا لي لا ده احنا عندنا دراسة وعندنا لسه الكرتطالة من الأدادية وبعد كده لسه في بداية مشوار في الأولى سنة قابلني لو فلاح اه فقالوا لي قالوا لي لا هتروح فين طب والمدرسة بتاعتك طب والدروس والمدرسة في الزأزيق والمدرسة في الزأزيق حولت بقى مدرسة الزأزيق وكده واستقريت فمدرستك طب لو دخلت جامعة هتخش جامعة فيه طب انت في البداية كنت بتسافر الشرقية تزأزيق كل يوم بتروح وتيجي ولا عادت لما جيت الان كان قابلية كابتن فيه فترة برضو يمكن كان فيه كابتن ماهر أبوز حاجة زي كده ودني نادي الزمالك كان اختبارات كان كابتن حمادة الشرقاء والله يرحمه يعني انت رحت الأول للزمالك ولا للأهله لا كان اختبارات قابل الأهله ودني نادي الزمالك فطبعا الاختبارات هناك باي تسافر واجه كل يوم في الاختبارات عشان يبقى فيه اختبارات وعدت معهم فترة ده قبل ما النادي الأهل يلعب معه فقال لك لا انت لازم تروح تشوفوك في نادي الزمالك فروحت طبعا كان كابتن محمد توفي وماشي بالخرزانة ورانا ف يعني كابتل حمد الشراوي المسؤول ساعتها وكابتل حمد الشراوي كان رئيس الجهاز اللي هو قاع الناشئين الله يرحمه الله يرحمه يا سبيل فالطراحة كان مقتنع بي جدا فلقيت بقى كابتل محمد توفيب يعني أو المسؤولين قال لي لأ ما هي دلوقتي انت لعيب مغترب هتبقى في مشكلة في إقامتك والدراسة قلت لا 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 ده كفاية اللي أنا شايفه من البيت يعني لما يقولك بقى هتروح كل يوم فمشكلة نعم فجربت الكلام دوت بتاع شهر لقيت نفسي فعلا لأ ده أنا ضايع خالص فلقيت بقى الحلم بتاع ان انا ألعب في النادي الأهلي لقيت مبسطين حاجات كتيرة جدا أكثر إنما انت لما مشيت من نادي الزمالك وقلت لأ ده هل قلت ممكن هبقى نفس المعاملة هتبقى في نادي الأهلي وهبقى مغترب وكل يوم هروح واجي كنت بفكر في كده كنت كنت بفكر تفكيرك راح لي فين فأنا تفكيري إن أنا طب نفس التجربة هتبقى في النادي الأهلي ولا لا بس أنا أنا يعني روح تختبر لنادي الزمالك كويس نادي الأهلي شافني في مباراة رسمية في بطولة جمهورية وأنا جبت أحرصت هدف كان في النادي الأهلي والنادي الأهلي قال لك لأ هناخد العيد ده كان الكابتن أنور السلام كابتن أنور السلام وكابتن مصطفى حسين الله يرحمه فبالتالي يعني أنت بتفكر بقى أن أنا إيه كل اللي هو طب هتروح كل يوم طب هتعمل إيه طب هتقول الوالد والوالدة إيه طب الامتحانات طب المذاكرة طب المصاريف المصاريف أه بتفكر في ده كله طب الدراسة هتروح إزاي وإنت في مدرسة هتروح إزاي فده كله فكرت كل ده ضر في زهنك بقى كل ده ضر في زهنك